المواجهات سيدة الموقف في مارب والجوف نتائج المعارك خلال اليومين الماضيين تشير إلى تقدم للحوثيين في مفرق الجوف فيما يوعد الجيش ترتيب صفوفه لخوض المعركة المقبلة تتجه الأنظار في هذه الأثناء إلى قوات التحالف التي تحتكر الطيران والأسلحة النوعية بانتظار التدخل الذي تستدعيه هذه اللحظة السانحة حيث ينتشر مقاتلو الميليشية في منطقة مكشوفة بالكامل أمام الطيران والمدفعية المتطورة المكدسة في معسكرات التحالف نتائج معارك الأيام الماضية تأثر بها المدنيون الذين كانوا جزءاً من وقود المعارك المفاجئة بعد أن تسببت في قطع الطريق الرئيس الرابط بين مارب والجوف في وقت تزايدت معه موجة النزوح من مناطق التماس في رحلات محفوفة بالمخاطر بقي مقاتلو الجيش على عهدهم في الثبات والنزال لم تهتز معنوياتهم ولم تتغير أهدافهم ومن على قمم نهم ارتقى الآلاف حتى بلغوا نقطة التماس مع الأهداف الحيوية للميليشية الإنقلابية في صنعاء لكن التحالف قرر منذ سنوات ماضة أن يبقي هذه الجبهة ثقباً أسوداً يلتهم الجميع احتشد مقاتلو الميليشية بآلياتهم وشنوا هجوماً على نهم الخسائر كانت كبيرة في صفوفهم نفذ الجيش انسحاباً وصفته القيادة العسكرية بالتكتيك فيما تحدثت مصادر عن اختراق لمنظومة الاتصالات سمحت بتمرير الأوامر بالانسحاب والذي نفذ بشكل آمن على مستوى الأفراد والمعدات والمتعلقات وفقاً للمصادر الميدانية التراجع الذي شاهدته جبهة نهم قابله تقدم في جبل هيلان فيما يمثل انتصاراً استراتيجياً هاماً في هذه الجبهة التي بقيت تحت سيطرة الميليشية طيلة السنوات الماضية ومنها كانت تطلق الصواريخ وقذائف المدفعية على أحياء مدينة مأرب ومعسكراتها محافظ مأرب يعاود الظهور في هذه اللحظة المفصلية مطمئناً اليمنيين بشأن الوضع في مأرب وتماسك الجبهة التي تحمي هذه المدينة واستعداد جيشها وأبنائها للدفاع عنها بالغالي والنفيس لا نقول إلا نحمد الله ونشكره وهي محمية بالله أولاً ثم برجالها أبطال مأرب وشرفاء اليمن وكذلك نصرة وقوف التحالف إلى جانبنا شهادات القادة الميدانيين تكشف عن العلاقة المشوبة بالشك بين الشرعية والتحالف الذي حلق الطائراته طيلة الأيام الماضية فوق تعزيزات وإمدادات وقوات للميليشيا الحوثية دون أن تتعامل معها كأهداف معادية التحولات العسكرية الخطيرة التي حدثت خلال الأيام القليلة خلقت إجماعاً وطنياً حول الدفاع عن محافظة مأرب العاصمة الحقيقية للسلطة الشرعية والقاعدة الحصينة للمشروع الوطني